صباح الخير عاشر اليوم رح نحكي عن التضاريس الطبيعية للمحيط هاي الحصة مداعمة للحصة السابقة اللي أنا وديت فيها أوراق عمل أو تلخيص اليوم رح نحكي الشرح بالتفصيل عن التضاريس الطبيعية للمحيط إن للمحيطات تضاريس كليابسة قيعانها ليست مستوية لكن تتميز بتضاريس متنوعة فيها جبال وديان وسهول طلعوا معي عاشر على الصورة العامة لقاع المحيط إنت لو تخيلت حالك نزلت من الشاطئ إلى قاع المحيط ماذا سترى؟ تخيل حالك غصت ووصلت إلى قاع المحيط هذا هو الشكل العام لقاع المحيط وهذه هي تضاريسه لكن عاشر إحنا لما بنكون على الرصيف أو على الساحل هل إحنا بننزل مباشرة بنكون بأرض المحيط؟ طبعا لا فتقسم تضاريس المحيط إلى عدة أقسام أولا الحافة القارية هاي المنطقة اللي هي من هون من عند الساحل لهون لبداية القشرة المحيطية بسميها الحافة القارية اللي هي بتشمل لك الرصيف القاري المنحدر القاري المرتفع القاري وفي عندنا الأخاديد أفر الأودية تحت البحرية كمان مرة أنت لما بدك تنتقل من الساحل أنت بتكون بالقارة على الساحل لما بدك تنتقل للمحيط مش معقول مس فجأة ولا أنت بالمحيط أنت بدك تنحدر إنحدار طلعوا كيف عبين ما توصل لقاع المحيط ولكن المحيطات مسطحات مائية مالحة تبلغ مساحتها ملايين عشرات ملايين الكيلومترات المربعة فهلأ إحنا من الأرقام اللي بدنا نبين لك إنه قديش مثلا عرض الرصيف عرض المنحدر عمق الماء تحت كل جزء بيبين لك قديش هاي المحيطات مسعملاقة مفهوم إذن التضاريس العامي للمحيط هي بدي أنا أبلش من القارة وأنحدر بعدين بدي أجي على قاع المحيط القاعر اللي هو ممكن يكون في عندي منطقة منبسطة بعدين في عندي بهذه المنطقة المنبسطة في عندنا الجبال المحيطية اللي هي ما بترتفع فوق سطح الماء لو ارتفعت فوق سطح الماء هاي الجبال بصير اسمها جزيرة هذا الجبل بصير بفعل أنشطة بركانية عندك في عهون بنص وسط المحيط بالزبط إشي اسمه ظهر المحيط سلسلة جبال طويلة هلأ رح نحكي عنها يخترقها وادي سحيق يصل عمقه يعني إلى ممكن 2000 متر 2000 كيلو متر عشان تتخيل طبيعة هذه التضاريس في عندك برضو بالقاع إشي اسمه مثل الأخديد البحرية اللي هي أعمق شيء أو أعمق إشي بتضاريس المحيط اللي هو الأخدود البحري تمام خليني أبلش بالإشي اللي اسمه الحافات القارية الحافة القارية بتبلش من خط القارة حتى أنت توصل إلى قاع المحيط وتقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية الرصيف القاري المنحدر القاري وعندك المرتفع القاري هايو لأنه ارتفع شوي بسبب الرسوبيات اللي بتيجي من مصبات الأنهار وفي عندنا إشي ما بين الرصيف والمرتفع إشي اسمه الأودية تحت البحرية تخيل أنه هنا في عندي وادي مين اللي بعمله مصبات الأنهار ورسوبياتها تحفر هنا أودية تحت بحرية تمام هلأ الحصة اللي قبل بينا لكم أنه هاي التضاريس بدن دراستها من خلال ثلاث آليات اللي هي الحبال والأثقال وجهاز السبر الصوتي والأقمار الصناعية بينا لكم أنه أكثر الطرق اللي بتكون حديثة اللي هي الأقمار الصناعية الحبال والأثقال أنه مثلا بيكون هنا بتكون السفينة العالم الجيولوجي أو عالم المحيطات بيكون معه حبل وهذا الحبل بآخره في عندك كرة معدنية بيظل ينزل بالحبل عبين ما تستقر الكرة تمام بيشوف وين استقرت بيحط إشارة عند الحبل لما بنشل الحبل والكرة بقيس بأي آداء بيطقيس المترات أو الكيلومترات بيطلع عندك عمق الماء لكن ليش مش دقيقة بلك هالكرة إجت على هذا السلسلة الجبال هاي اللي هي ظهر المحيط بلك هالكرة اخترقت الأودية تحت البحرية بلك هالكرة إجت على هذا الجبل شو رأيك؟ فهنا ما بتكون القراءة دقيقة تمام؟ بعدين بدك تأخذ هنا أنه عمق الماء فوق كل جزء من أجزاء المحيط هي بالمتوسط هي بالمتوسط لأنه ماشي مثلا هنا بيكون مثلا عندك السهل ولكن ممكن الرسوبيات ما تعطي قراءة صحيحة لارتفاع الماء عنها فكلهم بالأفرج أو بالمتوسط الحافات الحافات رصيف منحدر مرتفع أو دي تحت بحرية منيجي على قاع المحيط قاع المحيط هو المنطقة اللي بتبلش من عند نهاية الحفة القارية وحد الظهر المحيط هذا هو القاع اللي ممكن يحتوي على إشيء اسمه سهول اللج والجبال البحرية سهول اللج اللي هي المناطق الأكثر انبساطة في قاع المحيط منبسطة هيك سهل سهل زي كف اليد خلينا نبلش مثلا ب طريقة السبر الصوتي ها السبر الصوتي جهاز حساس يثبت على السفينة ويقوم بتسجيل أعماق المحيط من خلال أنه يرسل أمواج ماكرو ويوف أو أمواج راديوية تسقط هذه الأمواج وترتد أمواج صوتية لما بترتد هذه الأمواج اللي هو يعني الصداب بتم استقباله بواسطة جهاز السبر الصوتي حساب زمن الذهاب والإياب لهاي الموجة الصوتية وبمعرفة سرعة الصوت أمواج الصوت في الماء 1500 متر لكل ثانية من خلال قانون السرعة تساوي المسافة على الزمن بتم حساب المسافة اللي سافرتها الأمواج الصوتية ذهاب أو إياب اللي هي بيكون عمق المحيط هلأ السرعة تساوي فا على زين معناته فا إيش بتساوي؟ عين ضرب زين صح؟ سرعة الأمواج الصوتية بالماء ثابتة 1500 متر لكل ثانية خليني أفترض أنه جهاز السبر الصوتي سجل يعني رصد زمن ذهاب الموجة ورجوعها اللي هو صدها كان مثلا 2 ثانية هذا الذهاب والإياب أنا بدي زمن ذهاب أو زمن إياب لأن العمق واحد فبقسم على 2 إذن 2 على 2 فيها بواحد إذن 1500 في واحد بيكون عمق المحيط في هذه اللحظة كان 1500 متر طبعا هذا مثلا في هذه المنطقة طبعا لو السفينة كانت هون برأيك طلب بعض قيمة ثانية طبعا لو السفينة كانت هون شو برأيك؟ بده مثلا الموجة الصوتية تنزل إلى هذا الواد الصحيق اللي يشق سلسلة الجبال اللي هي في وسط المحيط هلأ لازم أنت تكون من خلال هاي الصورة احفظت التضاريس العامة حافات قارية هايها من الساحل لأول بداية قاع المحيط رصيف منحدر مرتفع أو دية تحت بحرية من يجي على قاع المحيط بواسطه سلسلة ظهر المحيط اللي هي سلسلة الجبال هاي اللي انتو هون شايفين اللي ممكن restaurأت municipون تكون أعلى من أعلى قمة على سطح الأرض واست أعلى قمة على سطح الأرض لكن هذه الجبال tempore ليس تكون أعلى من أعلى قمة على اليابسة منيجة على سهول اللوج اللي هي المنطقة ما بين نهاية الحافة وظهر المحيط هذا هو السهل الأرض المنبسطة إيش ممكن أوجد أجد في هذا السهل أوجد أجد الجبال البحرية الجبال البحرية جبال ماء مستواها لم يرتفع فوق سطح الماء إذن هي مش جزر جبال صغيرة تحت الماء وفي السهل هذا ممكن أجد أخاديد أخاديد عميقة ممكن يصل عمق الأخدود 11 كيلو متر مثل أخدود مريانا صفيحة الفلبين خليني أعطيكم الخصائص العامة لكل جزء أو لكل من هذه التضاريس الحافة القارية زي ما حكيت لكم هو الجزء الذي يفصل بين القارة وقاع المحيط هذا كله اسمه حافة قارية تمام نسبتها من مياه المحيط 20% ولا إشي تخيل يعني 80% المتبقيين هي لجبال المحيط سلسلة الظهر ظهر المحيط وإلى القاح اللي هو سهول اللوج والجبال البحرية 20% فقط تأخذ نسبة الحافات القارية من مساحة هذا المسطح الماء العملاق ما أهمية الحافات القارية؟ طبعا هنا مصدر الحياة تعيش عليها معظم الكائنات البحرية لأنه هنا بيدخل الضوء يعني هنا منفذ لأشعة الشمس فبالتالي بصير فيه عندي بناء ضوئي بصير فيه عن مثلا تنوع حيواني تنوع نباتي بتدخل الرسوبيات من الأنهار فهي مصدر للمواد الخام والغذاء إذن هي مدخل رئيسي للرسوبيات اللي بتغنينا بالمواد الخام وبصير عملية البناء الضوئي لأنه هاي المنطقة بدخلها أشعة الشمس فبتشوف تنوع حيواني ونباتي هائل بينما إذا بدك تدخل على قاعد المحيط بصير ظلام دامس وعالم مخيف ممكن أصلا لسه علماء البحار المحيطات يعني لم يكتشفوا معلومات كافية عن هاي الخنادق البحرية أو الأودية تحت البحرية والأخاديد البحرية اللي ممكن يكون فيها حياة عن جد غريبة الحاف القريزة ما حكت لكم 20% من مسوحة المحيط وهي مصدر للغذاء والمواد الخام والرسوبيات طب الرصيف هاد أول جزء من الحاف اللي هو الرصيف وإحنا بتعرف بسوئيله اسم تاني اللي هو الشلف اللي هو مصرف القاري إذن هو جزء القارة المغمور تحت المي يعني بدك تتخيل أنه كل الحاف القارية هي للقارة الحافات القارية هي جزء القارة المغمور من مياه المحيط هذا كله الحاف القارية من اليابسة حتى نصل لقاع المحيط حيث نجد السهول والجبال البحرية هذا هو للقارة مصر الجزء بس مغمور بالمياه إذن الرصيف اللي هو أول جزء من الحفة القارية هو الجزء من القارة المغمور بالماء وفيه رسوبيات مكدسة فوق القشر القارية ويمتد من خط الشاطئ حتى حفة الرصيف يعني حوالي 200 كم وهون عمق الماء فيه حوالي 200 متر إذن الرصيف عرضه من 100 إلى 200 كم عمق الماء فوقه 200 متر وتعيش عليه 90% من الكائنات الحية كمان مرة الرصيف القاري عرضه من 100 إلى 200 كله بالمتوسط لأنه الأرض مش مستوية عمق الماء فوق الرصيف 200 متر على فكرة الإنسان ما بقدر أنه يغوص أكثر من 300 متر لأنه أصلاً ضغط السوائل على جسمه ما بيظبط أنه يغوص الإنسان بطريقة طبيعية أكثر من 300 متر عشان هيك هون الحياة البحرية والصيد وتعيش عليه 90% من الكائنات بعد الرصيف عنا المنحدر طبعاً سموه هيك لأنه بميل بدرجة ميلان من نص إلى واحد درجة مئوية هذا المنحدر القاري عرضه من 20 إلى 100 متر تمام العرض هيك وارتفاع الماء فوقه من 200 إلى 2500 متر تخيل عرض عمق الماء فوقه لأنه عمزية عمق أنت نازل للمحيط لتحت تمام فعمق الماء بالمتوسط يعني عمق الماء هنا ممكن يكون 200 طب هون 2500 متر هو منطقة مش مستوية هيك نازل نزول فبدو يكون عمق الماء من بدايتها لنهايتها من 200 إلى 2500 متر يعني تحكي عن 2 كيلو ونص هنا هاي المنطقة يعني فقط هي بتتغير فيها القشة القارية إلى محيطية يعني كأنها بتصير محسوبة على المحيط الجزء الثالث من الحافة القارية اللي هو المرتفع القاري هاي هو ارتفع بسبب الرسوبيات هيا شايفينها تكدس الرسوبيات عرض هاي المنطقة 300 متر وعمق الماء فوقها من 2.5 كيلو متر إلى 4 كيلو متر لأنه احنا خلاص اقتربنا تقريبا سرنا يعني إذا انت بتكون هون بكون خلاص فوق عمق الماء فوقك اللي هو متوسط ارتفاع الماء فوق المحيطات حوالي 5000 متر أو 4500 متر تمام هنا هاي المنطقة بتتجمع فيها الرسوبيات اللي بتيجيك من اليابسة من خلال التيارات العكورة اللي بتعملها الأنهار العملاقة ما هي كل الأنهار وبتصب بالبحار والبحار وأيضا هي جزء من المحيطات فبدأك تتخيل يعني الصورة العامة إذا المرتفع هو المنطقة الواقعة بين المنحدر وقاع المحيط هاي لك خلاص انت بس تنتهي من المرتفع بتكون بلشت بقاع المحيط أما المنحدر فهو يبدأ من حفة الرصيف وتزداد عمقه وانحداره باتجاه المحيط وتصبح هنا القشرة محيطية الأودية تحت البحرية هايها طلعوا الأودية تحت البحرية أودية ضخمة جدا تبدأ في العادة من الرصيف هايها شوفوا وادي صحيق عميق وتنتهي مع نهاية المنحدر القار يعني وين انتهت بنهاية المنحدر وادي وعفكرة من أشهرها وادي هيدسون اللي هو موجود في الأتلانتيك أوشين في المحيط الأطلسي اللي هو يعتبر امتداد لنهر هيدسون في كندا ظهر المحيط اصطلعوا لي على ظهر المحيط هل إحنا خلصت خيلنا حاننا غصمة ويجينا على قاع المحيط لتحت ظهر المحيط هو عبارة عن حد من حدود الصفائح المتباعدة ليش يا جماعة هاي سلسلة الجبال اللي هي أطول سلسلة جبال يمكن أن تجدها وارتفاحها قد يفوق أعلى قمة على سطح اليابسة سلسلة هاي الجبال بتعطيك من أول يعني تخيل أنت المحيط من هون لهون عرضة هذه السلسلة هي أحد من حدود الصفائح المتباعدة عند النقاط الساخنة بتظهر عندك هون حركة بعدية للصفائح المحيطية صفيحة محيطية مع صفيحة محيطية بتخرج عندك الماغمة من بسبب الأنشطة البركانية وهاي الماغمة بتترسب على الطرفين ولما بتترسب الماغمة مع مرور السنين بتتعطيك أكيد يعني مسجبال إذن هي حد من حدود الصفائح المتباعدة لأنه الماغمة بتطلع في براكين عندنا أنشطة بركانية في قاع المحيط بالهبل يعني تفوق تلك اللي انت بتشوفها على اليابسة أصلا لو للبراكين احنا ممكن نشوف جزر جزر بالمحيط نس الجزر اللي هي بيكون عبارة عن الجبل اللي خلاص انت شفته تعدى سطح الماء ظهر المحيط كمان مرة حد من حدود الصفائح المتباعدة اللي بتكون بين صفيحتين محيطيتين تنشأ فيه قشرة محيطية جديدة يعني هاي الصفيحة المحيطية وهاي الصفيحة المحيطية في تحتيهم براكين أنشطة بركانية ماغمة لما بدها تندفع هاي الماغمة الصفيحتين المحيطيتين بيبتعدوا عن بعض فكرة هذا مسؤول عن توسع قاع المحيط ولكن هاي الصفائح المحيطية بدها ترجع تغرق تحت الصفائح القرية وتنصهر ولا كان المحيط ظل يمتد يمتد وإحنا ما بصير هيك يعني إذا بدو ظل يمتد لوين إحنا بدنا نصير فهمتوا علي كيف تتكون سلسلة الجبال اللي هي في نص في وسط المحيط لذلك سميت بسلسلة جبال ظهر المحيط ظهر المحيط على فكرة بيكون متعرج ومش متصل وممكن يكون في إزاحات جانبية وصدوع وبدك تعرف إنه فيه أودية خسفية عميقة بتمر داخل هذا المحيط من أوله لنهايته سري ظهر المحيط من أوله لنهايته عرضه يتراوح ما بين خمسمائة إلى خمست آلاف متر وطوله خمس وستين ألف كيلو متر وارتفاعه عن القاع أربعة كيلو متر ارتفاعه عن القاع أربعة كيلو متر الأخاديد البحرية الأخاديد البحرية اللي هي الترنش طلعوا هذا الأخدود البحري هي معالم مهمة في قاع المحيط تتميز بالطول الكبير والعرض الضيق طويلة طويلة يعني من هون لهون بالطول وعرضها ضيق وهي أعمق مناطق قاع المحيط قاع المحيط قاع المحيط هو المنطقة المحصورة ما بين الحاف القارية وظهر المحيط هذا هو ماذا نجد فيها أو ما هي التضريس المهمة التي نجدها في قاع المحيط سهول اللج وجبال البحرية اللي هي السيمونتن أو السيمونتن تمام وهنا تكثر الشعب المرجانية اللي بيبحثوا عنها الغواصين يعني عالم بحد ذاته عالم بحد ذاته الشعب المرجانية نجدها في قاع المحيط سهول اللج وهي منطقة سهلية شاسعة وهي من أكثر مناطق الأرض انبساطا وانحدارها قليل ما هي سهل يعني أقل من واحد بالألف لدرجة انحدارها الجبال البحرية وهيها وهي الجبال التي يزيد ارتفاحها عن ألف متر يعني كيلو عن مستوى قاع المحيط هاي ما بتتعدى مستوى سطحي هنا يعني مش جزيل وتوجد منفرد او على شكل سلاسل يعني بتشوف هنا ممكن هذا منفرد لوحده الجبل البحري او ممكن يكون سلسلة جبال جنب بعضها وتتكون في منطقة ظهر المحيط بسبب النشاط البركاني الكثيف ثم تبدأ بالابتعاد لاحظوا يعني لها علاقة يعني ممكن النشاط البركاني صار وما صارت الماقمة ترسبت لدرجة انه توصل الجبل بمستوى ارتفاع جبال ظهر المحيط وعرفتوا عليه إذن إيها إلها علاقة بالنشاطة البركانية اللي بتصير في سلسلة ظهر المحيط وتبدأ بالامتعاد عن منطقة الظهر كلما توسع قاع المحيط هاي سلسلة الجبال اللي أنتو بتشوفوها اللي هي سلسلة جبال هواي في المحيط الهادي كاتركوا العافية ترجمة نانسي قنقر